التقل أخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم محافظة محافظة حجة علي بن علي القيسي جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع المشاريع والأعمال الإدارية في المحافظة ونتائج أعمال التنسيق بين المحافظة ومجلس القائمين بأعمال الوزراء وما تطلبه نتائج ذلك من إجراءات ودعم من قبل المجلس السياسي الأعلى وأعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والتقدير الذين يكنهم المجلس السياسي الأعلى لقيادة محافظة حجة ممثلة بالمحافظ وأعيانها وأبنائها على ما بذلوه وتحملوه في مواجهة العدوان والحصار والاستهداف الدائم للعدوان بطائراته وآلات الخراب والدمار للمحافظة وبنيتها وطرقها ومصالحها ورفع كلفة الحياة على مواطنها البسطة الصابرين ولفت الأخ صالح الصماد إلى ما يجب أن يتم العمل عليها حاليا ومستقبلا من أجل رفض المحافظة ببرمج التطوير الفعال وتحقيق التنمية المستدامة في كل مناح الحياة في المحافظة الوعدة فيما أكد محافظ حجة استبشار أبناء المحافظة جراء قيام المجلس السياسي الأعلى والتأييد الشعبي له الذي لم يشهد له اليمن مثيل واستعرض الجهود التي قدمت المحافظة وقياداتها والأعباء التي يتحملها أبناء المحافظة جراء استمرار العدوان والحصار واستهدافه للطرق والجسور وعبارات تصريف مياه الأمطار والمجازر التي يرتكبها العدوان بحق أبناء المحافظة بشكل دائم وآخرها ما لحق بمستشفى عبس اشتركوا في القناة